بساء الخير في فيديو النهاردة هعمل معاكو الارائش بتاعة الافران بس هعملها صيامي بالزيت بطريقة سهلة قوي قوي طريقة نباتية بسيطة جدا ما فيهاش اي تعقيدات ما فيهاش زبدة ما فيهاش حتى سامنة كل كل مكوناتها سهلة جدا وهتلاقوها عندكو في البيت نروح نبدأ في الطريقة على طول اول حاجة هجهز الخميرة كوباية اللي ربع من المية تكون دافية وعليها معلقة كبيرة من السكر وهحط كمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية وهقلبهم كده وهسيبهم على جنب علشان يخمروا لحد ما الخميرة تخمر انا هجهز الباقي اللي هو تلاتة كوباية ونص من الدقيق يعني نص كيلو دقيق هضيف عليهم كوباية اللي ربع من الزيت اي زيت نباتي عندكو يكون كويس هناخد منه كوباية اللي ربع من الزيت وعندي كده بعد كده هستخدم نص معلقة صغيرة من المحلب المطحون نص معلقة ربع صغيرة من الملح ومعلقتين كبار من السمسم يكون متحمص هقلب كده الدقيق مع الزيت كويس قوي والمكونات دي لسه مش هنضيف اي سوائل للوقتي نتأكد ان الدقيق يتغلف كويس قوي بالزيت لو حابين تضيفوا اي نكهات تانية زي مثلا يانسون او او شمر مفيش اي مشكلة يعني كل واحد برحتو انا ما ضيفتش هنا غير اه معلقة نص معلقة صغيرة من المحلب المطحون اللي بنضيفه في الفاش برضو بيدي ريحة حلوة قوي وطعم حلو بعد كده ما غلفت الدقيق بالزيت كويس قوي دي الخميرة اهي ارتفعت وعملت فوم كبير وخمرت كويس هنزل بقى بالخميرة كده والمية واعجن بس بعجن بالراحة خالص مش بعجن قوي علشان القرقش دي ما تبقاش نشفة احنا عايزين هتبقى هشة كده وحلوة هضيف كمان عليهم ربع كوباية من المية يبقى كده المقدار ده كله اخد كوباية مية حاول كده اقلب كده بالراحة علشان بس تختلط المقدير دي مع بعضها ربع كوباية المية دي برضو تكون دافية حاول كده قلمهم كده على بعض بس من غير معجن آآ جامد يعني معاجنش قوي نقلب كده المقدير دي ببعضها بس ونخلي العجينة كده تلم على بعضها مع رشان ما تبقاش نشفة احنا عايزين نتعامل معها كأن انا بنتعامل مع بسكوت وبعد ما نلم العجينة بالشكل ده هسيبها ترتاح نص ساعة ولو الدنيا حار ممكن يسيبها ترتاح ربع ساعة بس مش اكتر هنلاقيها بالشكل ده لان الخميرة برضو شغالة حلو هاخد كده العجين كله كده وهنزل بها على الرخامة نقطعه بقى بسكينة او بقطعة عجين او بقطعة البتزة هقطعه كده بشكل طولي هاخد كده واحدة واحدة حطها كده على الرخامة وبرومها كده كويس الرخامة انا مش دهناها اي حاجة لان الارايشتي فيها يعني كمية زيت كبيرة يعني مش محتاجين ان احنا ندهن الصينية ومش محتاجين ان احنا ان نحط زيت على الرخامة احنا بنقطعه ببطته كده بايدي نسويه كده بس يعني علشان يبقى كده متساوي كده زي المستطيل وبعد كده بسويه كده اهو بحاول بقى قطعهم كل واحدة يعني تقريبا السمك بتاعها بيبقى صغير مش بيبقى كبير نحاول بس نخليهم كده قضى بعض اهو بسهولة جدا بسكينة ممكن عادي بس بقطعة البتزة بتبقى اسهل بكتير ده شكلها اهو ده السمك بتاعه مش عايزين يبقى عالي الفوق علشان يبقى حلم وهشف الفرن بروح كده ارصهم على صنية او على صاق لانا هدخلوا الفرن وهسيبهم عشر دقايق وبعد كده هدخلهم الفرن ده شكل الارايش بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن حلوة جدا جدا لما بتخرج من الفرن بتبقى ضرية شوية نستنى عليها شوية لحد ما تبرد تماما هللا ايها بقيت عرمشة كده وحلوة وهشة ده شكلها اهو بتعمل على فكرة كمية حلوة جدا النص كيلو دقيق يعني تقدروا تعملوا نص الكمية لو انتوا عايزين كمية قليلة وبكده يكون خلص فيديو النهاردة وبتمنى الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم واشوفكم في فيديو تاني جديد ان شاء الله قريب